تواصل الدولة تطوير ورفع كفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار تم افتتاح مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي بمدينة سهاج بتكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليون جنيه جهود كبيرة تفذلها الدولة لتطوير قطاع الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ففي محافظة سهاج افتتح مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي بمدينة سهاج والمقام على مساحة 750 مترا مربعا بتكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليون جنيه وذلك في إطار تطوير ورفع الكفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية بالمحافظة صرحي ده يخدم ما يقرب من 2 مليون 666 ألف نسمة من أبناء المحافظة بمعدل 48% من أبناء المحافظة يخدم كافة طواقف الشعب السهادي ابتداء من الموليد والردع والطلبة والموظفين والأرامج والمعاشات وزو الهمم والمبنى الجديد مكون من سبع التوابق حيث يحتوي على 74 غرفة ما بين غرف كشف ومكاتب إدارية ويعمل على فترتين صباحية ومسائية ويقدم المجمع خدماته لمستفيد تأمين الصحي بالمحافظة بالإضافة إلى الأرامل والقطع الخاص والمرأة المعيلة ويضم عيادات شاملة ولجنة طبية عامة ولجنة فرعية وجميع التخصصات والعيادات الطبية بالإضافة إلى مركز للتكامل الحسي وآخر للسمعيات والتخاطبة الهدف الأسمى لإنشاء هذا المجمع وافتتاحه أن نخفف من التكدس والازدحام بالعيادة القديمة وده حصل بالفعل لأننا عندنا باسم الله خمس أدوار متكملة للعيادات بتاعتنا جميع التخصصات بالإضافة إلى المراكز المتخصصة هذا وحظي مجمع خدمة التأمين الصحي الجديد بسهاج بإشادة كبيرة من المواطنين معربين عن سعادتهم لما تقدمه الدولة من اهتمام للمستفيدين من خدمة التأمين الصحي المكان مية مية والذكاترة مية مية والناس فيها بركة وربنا يبارك فيكم جميعا وفي جميع الجائم على هذا العمل بسم الله ما شاء الله المبنى تمام التمام والنظافة على أعلى مستوى وبسم الله ما شاء الله الخدمة هنا ممتازة خدمة ممتازة جدا بسم الله ما شاء الله وهكذا تواصل الدولة جهودها لتقديم مختلف خدمة التأمين الصحي للمستفيدين بشكل أفضل وبخدمة مميكنة وذلك بهدف تطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين اشتركوا في القناة